من صحراء كربلاء ومنطقة كهوف الطار تحديدا تلك المنطقة الأثرية التي تحولت بفعل العناية الأكاديمية من البعد التاريخ الموروث إلى حقل أبحاث وميدان دراسات من شأنها أن تسهم في إحياء هذه المنطقة التراثية التزورها بين الحين والآخر بعثات أكاديمية وسفرات علمية آخرها تمثلت بوفد طلابي من جامعة الكرخ استقبلت شعبة العلاقات الجامعية والمدرسية في العتبة العباسية المقدسة وهيئت لهم المتطلبات والأمور اللوليستية كافة لإتمام رحلتهم العلمية استضافت العتبة العباسية المقدسة المتمثلة بقسم العلاقات العامة شعبة العلاقات الجامعية والمدرسية المرحلة الرابعة من طلبة جامعة الكرخ كلية التحسس النائي والجيوفيزياء لأداء الكورس الحقلي الألمي السنوي الذي يقام بالتعاون مع العتبة العباسية المقدسة في منطقة كهوف الطار بالإضافة إلى القطارة ضمن منهاج عمل شعبة العلاقات الجامعية والمدرسية إيمانا من العتبة العباسية المقدسة بتوفير الدعم اللوجستي والدعم الثقافي والفكري لطلبة الجامعات ودورهم الكبير في خدمة بلدنا العزيز حقيقة واحدة من أهم مميزات اللي شفناها في محافظة كربلاء هو الاهتمام الواسع جدا للعتبة العباسية بشريحة الطلبة بحيث هناك خدمة مستمرة على مدار اليوم 24 ساعة خدمة للطلبة من الناحية استضافتهم ومن ناحية الدعم اللوجستي لهم والناحية الأهم هي الناحية العلمية توفير الكوادر اللي ممكن تدربهم وممكن أن تقوم بخدمتهم خدمة للصالح العلمي وخدمة لثقافة الطالب الثقافة من كل الأنواع حقيقة ثقافة مجتمعية ثقافة علمية ثقافة دينية ثقافة أكاديمية كورس حقلي شارك في 86 طالبا من أخسام مختلفة تضمن عمليات استكشافية للمنطقة الغربية في صحراء كربلاء إلى جانب إعداد برنامج تثقفي وتوعوي من قبل ملاكات العتبة المطهرة للمشاركين فضلا عن التبرك بزيارة عتبات كربلاء وجولة على مشاريعها الثقافية والتراثية نحن هنا كجولوجيين أنواع الصخور لدينا يعني ممكن نحفظها بالكتوب بس ما رح نتعرف عليه هذا ما رح نتزمها بيدنا رح نشوفها بالحقل نحن نشكر جهود العتبة العباسية المقدسة على إيطاع هذه الفرصة لجامعة الكرخ العلوم يجينا صار ثلاثة يام بمنطقة كوفل الطار ومنطقة القطارة عرفنا هواي الشغلات عرفنا شلون القيس طبقات الأرض عرفنا شلون نرسم الخارطة الجيومورفولوجية والطبقية من خلال اليوم عندنا كيفية تحديد الميل وتحديد موقعك بالنقطة هذه من خلال بوصلوا من خلال تحديد الميل والاتجاه وقدرنا نعرف شلون نرسم الخارطة الكنتورية والخارطة الطبقية تستمر شعبة العلاقات الجامعية والمدرسية في العتبة العباسية المطهرة باستقبال وفود الجامعات العراقية وإدخالهم في برامج تنموية إلى جانب تهيئة المتطلبات اللازمة لهم كافة من أجل ديمومة التواصل مع هذه الشريحة المهمة وبذلك تترجم رؤية واضحة لاهتمامات العتبة المقدسة بالأوساط الأكاديمية والتعليمية